محمد بركات من أسكى اللعيبة لأنا شفتها يمكن أنا شفت بركات وهو بيلعب تحت 14 سنة في السكة في السكة كنت أنا ما سكرت 16 سنة هو كان بيلعب تحت 16 سنة طول عمره كده بس هو 14 طول عمره كده هو بيلعب في السكة الحديد وإحنا بنيلعب تصفيات صعود دوري ممتاز كنا بنيلعبتش في السكة الحديد إحنا نجيب جون هو نجيب جون ما كسبتش أن لما تعور وطلع فبركات من اللعيبة فبركات نجم كبير وإسم كبير وذكي زكاء غير طبيعي من أسكى اللعيبة لأنا شفتها أبو تريكة كلم عليه كان لعيب مش هكلم عليه من ناحية الأخرى لأن الناحية الأخرى ليه رأي لي تاني فيه خالص يعني ده كان كان لعيب كرة أبو تريكة من الناس اللي أنت تحب الكرة تروح لها من الناس اللي تحب تشوفها بتلعب من الناس اللي أنت تقول لولادك في الكرة ابقوا زي ده سلوكا ولعبا اعتزاما واحتضامه ودي نقطة مهمة جدا للصغيرين احتضامه للجاي فأبو تريكة من الناحية الإنسانية في الملعب وكالعيب كرة لا يؤلع عليه وأنا من الناس اللي كنت دايما بقول عليه بني آدم مكنتش يقول عليه لعيب كرة لأن أي حد ممكن بقى لعيب كرة لكن مش أي حد بني آدم محترم في الملعب كذا طيب هسألك سؤال حضرك قلت أحمد حسن أنا شايف فيك مشهوم مدرب عالمي مدرب كبير شايف أبو تريكة إيه؟ لا أبو تريكة هادي أو جد عن اللزوم ده يعني سكة الخطيب ما ينفعش غير إداري لكن تدريب لا تمام بركات بركات إعلامي عشر عشر يعني ينفعش مدربة يعني ينفع ممثل هيقعد يهضر مع اللعبة والتالي على اللعبة وبتاعه لكن بركات إعلامي إعلامي جامد أبحث عن حسن ميدو بقى ميدو أنا شايفه رئيس نادي الزمالك القادم شايفه رئيس نادي الزمالك القادم بس عنده كراكتر التدريب برد شخصية شخصية قوية شخصية ووصق من نفسه مقنع شخصية مقنع زي كده عنده كاريزمة كاريزماتيكس بالضبط القيادة دي مش أيحد القيادة دي كاريزمة أنا شايفه ميدو دي وبعدين أنا عاجبني جدا تحليله دلوقتي مش عايزة أقول للخناة عاجبني أسلوبه في التحليل وقريته للملعب يعني فاهم كورة بالضبط بالضبط عشان كده بقول لأحمد حسن لما أحمد حسن بقى بقول لك أنا كنت باستمتع ونا بلعب كلنا كنا باستمتع وأصعب قرار تاخده في حياتك هو الاعتزال صحيح يمكن من أصعب قرارت في حياتي أنا على الإطلاق إن أنا لأنني أخدت قرار الاعتزالي أحمد حسن عنده كاركتر السنسي تعالي مدرر لأن ده بيبان في الملعب في القيادة في الملعب يعني أنا وحسن حمد وإحنا بنلعب كنا بنخوض الفريق يعني هدي كنت يقول برا حاجة وأنا وحسن جوا نقول حاجة تانية خالص فحطة إنك أنت تقود وإنك تبقى شايف ده دي مش أي حد طيب طالما هم تقول كابتن حسن حمد